طب ده أنا يعني كل اللي قلته ولسه ما اتكلمتش مثلا عن تراخيص الاندية ولجنة التراخيص ياريت اتحاد الكرة يطلع يقول لنا تشكيلها هل في حاجة اسمها لجنة التراخيص في اتحاد الكرة لو فيه يطلع يقول لنا تشكيلها طيب ياريت كمان يقول لنا بيدي تراخيص للاندية على اي لايحة يعني هناك يعني قعدنا ندور لقينا كذا حاجة فاحنا مش فاهمين حد يطلع يفهمنا على اي لايحة الاندية المديونة بتاخد رخصها على حسب ايه على حسب جدولة مثلا طب الجدولة دي شكلها عامل ازاي وهل فيه تقرير سانوي تقول فيه الاندية التزمت بجدولة مديونياتها ولا لأ ادي مشاكل ادي انا بقالي مثلا ربع ساعة ولا تلت ساعة بتكلم في مشاكل بعيدا عن النادي الاهلي الناس تسايبك كل هذه المشاكل وبتكلم عن تغيرات حصلت في قطاع الكورة داخل النادي الاهلي اللي من حق النادي الاهلي اللي واخد كل البطولات ان هو يعمل اللي هو عايزه ادارة الكورة بتختار ما تراه مناسبا في التوقيت اللي بتراه مناسبا ليه وخلي بقى لحضراتكم والله العظيم تلاتة دي عشر او عشرين الكلام اللي انا بقوله ده او المشاكل اللي بقولها دي دي عشر او عشرين في المية بالكتير من المشاكل اللي موجودة يعني انا هنا وما اتكلمتش عن دور القسم التاني والتالت والازمات اللي الاتحاد الكورة بيعملها النفسه والموسم خلاص يعني ده في خلال شهر شهر وشوية كل ده وبعض وسائل الاعلام متجهلة هذه المشاكل وكأن ما فيش في مصر غير التغيرات التي حدثت داخل النادي الاهلي